السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي قناتكم سنة بيوتي كنتم بنا تكونوا بالخير وفي صحة جيدة في فيديو اليوم إن شاء الله غادي نهضر لكم على دور الزبيب في الزيادة في الوزن وفي التسمين كذلك غادي نهضروا على طرق تناول جالو باش نحصلوا على وزن زائد غا نعطيكم مجموعة من النصائح نصائح من ذهب بالنسبة للناس اللي كيقولوا ليارعينا ما ناخدوا عينا ما ناكلوا ووالوا ما نزيدوش في الوزن واللي كيعانوا من نحافة الشديدة غادي نعطيكم نصائح اللي كيبتلكم من ذهب اللي غا تساعدكم على زيادة في الوزن فتابعوا معي الفيديو حتى الأخير كمالا هذا قبل مبدو فيديو اليوم ما غاديش نسألني نفكركم الناس اللي كيشادوا قناتي أول مرة وبغاو يكونوا من العائلة دينا طريقة جيد سهلة كنقول لكم عليكم إلا تأبونوا في القناة بالضغط على الزر الأحمل الموجود أسفل الفيديو سبسكرايب صابوني أو الاشتراك ما تساوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم إشعارات بجديد فيديو هاتي إنفون حتى والطلب اللي غادي نطلبكم دعموني بزاف 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 زيال لايكات لأن كل ما كانت اللايكات كتار كل ما كتساعدوني على أنه الفيديو انتشر بشكل أو ساعة ويتشاف بقدر أكبر يعتبر الزبيب بأنواعه المختلفة أسود كان أم أصفر من المواد الغدائية التي غالبا ما ينصح بتنابلها خصوصا لمن يعاني من النحافة الشديدة أو فقر الدم نظرا لدوره في زيادة الوزن فبعد تشفيف العنب وتحويله إلى زبيب تزداد نسبة الكربوهيدرات والمواد السكرية الموجودة فيه بمعدل أربعة إلى خمسة أضعاف عما كانت فيه وهو لا يزال طازجا يحتوي الزبيب على العناصر الغدائية اللازمة لصحة الجسم والزيادة في الوزن وهي المتمثلة في البروتينات الماء، الدهون، الكربوهيدرات الألياف، الكالسيوم، سوديوم، بوتاسيوم، الحديد، الصعورات الحرارية العالية والعديد منها الفيتامينات نتكلموا الآن على الصعورات الحرارية في الزبيب ودورها في زيادة في الوزن فإلى أخذينا نصف كوب أو نصف كأس من الزبيب، سيوفر لنا حوالي 218 صعورة حرارية ولكنتم من الناس اللي قد تستمتع بأكل الزبيب وقد تأخذوا بوحدة كمية اللي هي كبيرة في اليوم جيلكم يعني كتر من نصف كوب، فغد توصل لنسبة الصعورات الحرارية حتى 250 صعورة حرارية مما يمكنه من زيادة الوزن حتى بدون إجراء أي تغييرات أخرى في نظامنا الغدائي إذن في الزبيب كيزود الجسم بالطاقة أثناء الزيادة في الوزن كيساعد كذلك على زيادة نسبة الكربوهيدرات وبالتالي تخلص من مشكلة النحافة الشديدة بالإضافة إلى أنه كيزيد معدل السكر في الدم وهذا كيساعد في زيادة الوزن وهناك نصح الناس اللي كيعانوا من سكري أو لمرضى السكري بعدم تناول الزبيب لأنه كيحتوي على نسبة عالية من المواد السكرية وبالتالي كيرفع لهم مستوى السكر في الدم بالإضافة إلى أن الزبيب كيحتوي على نسبة عالية من الصعورات الحرارية كيف سبق لي أقلت لكم وهي مفيدة جدا لهذا الغرض ألا وهو زيادة الوزن ودبان دزول طرق تناول الزبيب للزيادة في الوزن يمكننا أن ناخدوه مع التين المجفف أو لاشتراحه هكا غادي نساعدوه لأنه نزيدو الوزن بشكل أسرع يمكننا أن ناخدوه كذلك مع المكسرات يعني اللوز القرقاء خصوصا القرقاء في وحد نسبة عالية من صعورات الحرارية يمكننا أن ناخدوه مع الحلبة وسبق لي حطيت لكم وصفة في القناة ديال الزبيب والحلبة رائعة جدا في زيادة الوزن سيخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف وعلى فكرة هذا الوصفة هذي مشغر فقط كتعاج مشكل ديال النحفة هي وصفة اللي هي مهمة ومفيدة جدا بحتو عليها كيف قلت لكم مشغر كتعاج فقط مشكل نحفة وإنما كتعاج حتى المشكل ديال الأنيميا أو لفقر الدم بالنسبة للناس اللي ما بغينش يزيدوا معاش عاج أخرى يعني بغين ياخدوه بوحده بغرض زيادة الوزن يمكن لهم ياخدوه مثلا ياخدوه حتى لسة ديال المعالق كبار على الريق وياخدوه نصف كأس بالليل قبل ما يناسوا هذي من الطرق الناجحة للزيادة في الوزن وفي الآخر غادي أعطيكم نصائح مهمة ومفيدة نصائح من ذهب لراغبين في الزيادة في الوزن نصيحة الأولى اللي غادي أعطيكم من بين الحويجات اللي كنت كان حتى عليها دائما في جميع الفيديوهات ديالي اللي كنحطهم في فيديوهات ديال زيادة في الوزن كنحط على هذا النصيحة هذه لأنها مهمة مهمة جدا وعطتني نتائج مبهرة وملحوظة على المستوى الشخصي ألا وهي ممارسة الرياضة ولكن الرياضة اللي غادي نتحكم بها ما تمارسوهاش بشكل يومي هذا غلط أحسن فترة أنكم تمارسو فيها الرياضة أنكم تديروها نهار في ثلث يام يعني تديروها نهار وترتاحو يومين هكا بش تساعدو على عمليات الاستشفاء ودور الرياضة في الزيادة في الوزن على أنها كتساعدنا على بناء وإبراز العضلات هذا الشيش كان صح دائما البنات اللي بغين يديروه ولغا بغين يبرزوا المنطقة السفلية من الجسم أنا هم إمارسو رياضة السكوات كيف كنقول السكوات ماشي كيكبر وإنما كيبرز كيبرز دوك العضلات اللي كتكون نائمة كتبرز لنا من بين الحويجات ولا من بين النصائح عفوه اللي غادي نعطيكم أيضا لزيادات الوزن هي تناول العصائر ومن الأفضل أننا العصائر نحلوها بالعسل العسل طبيعي ماشي السكر كذلك تناول المكسرات والفواكه المجففة لأنها كتحتوي على كربوهيدرات وصغرات حرارية عالية نوم ليلة للساعات كافية يعني حيدوا عليكم السهيرة اللي بغيتو زياده في الوزن وبيتو تغلاضه عدم شرب المياه قبل تناول الوجبات لأنها كتعطينا دك الشعور ودك الإحساس بالشبع السريع وما كتخلينيش ناكلو فمن الأفضل لأنه قبل الوجبة الغدائية دي لكم تحيدوا لما نهائيا ما تشربوش تباع نظام غدائي متكامل غني بالبروتينات بالسكريات بالكربوهيدرات وبالمعادن وهذه الشيرة السهلة اللي بغيتو تعرفوه ممكن تديروه الشغش وتقلبوه على الأطعامين اللي كتكون غنية بالبروتينات بالسكريات بالكربوهيدرات كذلك بالمعادن وهذه الشيرة السلقلية حطيتوليكم في القناة الجلي في الفيديوهات الصابقة عفواً كذلك من بين النصائح اللي غادي جيكم غريبة ولكن كتعطي واحد النتائج اللي هي ملحوظة ومبهرة هي تناول الوجبات في أطباق كبيرة بالنسبة للسلطات ما تاخدوهاش في اللو الخضوة في الآخر دي الأكل دياركم باش ما تشعروش بامتلاء المعيدة وكذلك تناول الطعيمة مع الأصدقاء وأفراد العائلة في مكانك يكون مفتوح للزيادة في فتح الشهية تناول عدد وجبات أكبر خلال اليوم تناول حلويات تناول كذلك اللبن كامل الدسم بالإضافة إلى تناول المكملات الغذائية اللي كتحتوي كذلك على المعادن والفيتامينات المهمة والمناسبة للزيادة في الوزن وبالنسبة للمكملات الغذائية نسبق ليهدفت لكم على واحد مكمل غذائي اللي هو رائع جداً وتمند ياله جد مناسب غتي خلي لكم رابط دياله في صندوق الوصف بالنسبة للناس اللي مهتمين وإن شاء الله غادي نصور لكم أيضاً فيديو على واحد المكمل غذائي تهوى اللي كان من الحويجات اللي جربت وعطة النتائج اللي هي رائعة غادي نشاركوا معكم بإذن الله الآن غادي نشاركوا معكم بإذن الله الآن غادي نشاركوا فيديو اليوم كنتمنى أنكم تكونوا استفتوا معي وتكون لتلعجاب تلكم حتى نتلقى إن شاء الله في فيديو جديدة كنقول لكم بليز دعموني بزاف ديال لايكات باش هاكا تشجعوني وأيضاً الفيديو ينتشر على بشكل أوسع وحسن تلقى إن شاء الله في فيديو جديدة كنقول لكم سلا فريزكم كنبغيكم بزاف السلام عليكم